الحاجة التانية اللي يخلي الشخص الصعب يلين النظام الشخص الصعب بيحب النظام بيحب كل حاجة في مكانها فحاول ان انت تحافظ على النظام مش لازم تشعره يعني ان انت عدو وعدو النظام لو حسته ان انت عدو النظام اريد تطلع اسوأ ما فيه خلي النظام يمشي بالعكس الحاجة ممكن يكون هو اصلا بيساعدك ممكن يكون عاونة لك على الشيطان ان انت تشوف النظام الحاجة التالتة بقى التفكير المشترك ايه التفكير المشترك ان انت وهو تفكره مع بعض وهنا لازم يكون فيه حوار لان الشخص الصعب عايز يتأكد ان شريكه شريك حياته يعني سواء كان زوج او زوجة بيشغل دماغه وهو مسؤول يبقى ايه اللي حاصل يبقى ببساطة خالص يبقى انت تسأله تحوره بعض الحاجة الرابعة ما تتكلمش مع الشخص الصعب وهو متعصب سيبه هو متعصب سيبه ما تكلموش لان هو اصلا متعصب وبيخرج التقل لجواه لو سبته المدة دقيقة في حالة العصبية دي هو هيخرج التقل لجواه وبعد كده ممكن يجي يعتزر الحاجة الخامسة بقى اللي انت ممكن تستخدمها مع الشخص الصعب نظام كده اسمه يسبط ايه يسبط ده ان انت تقوله الكلام ده صح ولكن اول خالص تقوله الكلام ده صح ولا حبازة لو قلت له الكلام ده صح وسنة سوكات شوية شعارين كده تقوله ولكن فيشعر ان هو مش بيتهان يشعر ان هو كلامه مقدر بس فيه حاجة تانية تضاف إليه ولازم تعرف ان الناس الصعبين ما تجيش لما تجي تسألو ما تسألوش سؤال استنكار هو ينفع اللي انت عملته ده ها خلاص بار هيطلع الولدي الانتقادية هيقولك ايوه ينفع وانت اللي مش فاهم لكن شغل شريط البالغ عنده بانك انت تسأله سؤال حقيقي طب المشكلة دي نعمل فيها ايه اه هيبتدي شغل ايه دماغه احنا ممكن نخرج احسن ما في الناس لكن بقوانين زي قانون الازاح كتر خلهم ووسع خلهم زي ما احنا قشرنا في الاول وياللي حاصب الانسان كل ما بتساعده انه يطلع افضل ما فيه بتقتل حياة الوحشة اللي فيه طب نشوف شوية اجراءات كده تساعدنا في الامر ده كل ما كان اول اجراء كل ما كان فيه جلسة ما بين الزوجين يتناقشوا فيها عن الطباعة المختلفة بينهم وازاي استثمرها عشان تصبح قيمة اضافية كل ما ده كان نقص وانا بنصحهم نصيح هنا ان هما يبتدوا ايه لازم يعترفوا بان هما مختلفين يقولوا كده انا بقول لهم كلام يقولوا كده انا عارف ان انا شخص مش اجتماعي وانا عارف ده كويس وقد يكون ده مزعج ليك وهي تقول انا عارفة ان انا شخصية اجتماعية وقد ده يكون بيسبب لك ضغط انت شايف ازاي نقدر ما نخليش ده ضغط عليك انت شايفة ازاي طريقتي دي ما تحسسكيش بخنقة ونفضل نتكلم مجرد السؤال مجرد السؤال ومجرد الكلام والحوار بالطريقة دي بيحمل احساس بالمشاركة احساس بالتأدير فكل واحد اللي حاصل هو ده بقى فن التقبل بقى ان انت بتقول له انا عارف وحاسس بيك ومقدر ممكن تشاركني ازاي نخرج من ده تاني حاجة نتفق على بعض الاعمال المشتركة يبقى اول حاجة نعترف بان طبعي ممكن اول حاجة نعترف ان طبعي المختلف او المتنوع قد يسبب ازعاج لك انا عارف ان انا من طبعي ان انا بحب نام بدري وانا عارف ان انت شخص ليلي بتحب تسهر وانا ده بالنسبة لي صعب نحلي ده ازاي فيتفقوا على ان هم يناموا بعد منتصف الليل مش لازم اوي نفتح المسألة غد صراط الفجر في ايه اللي يحصل فيحصل نوع من انواع التوافق الحاجة التانية مقى خلاص اتفقنا على ده وده ضروري جدا جدا في التقبل تاني بالله عليكم بلاش لفظ ان هي تتنازل شوية وهو يتنازل شوية عشان بعد كده بنعمل ايه بندفع بعض الفواتير ده ما اسموش تنازل ده اسمه مقتضى العيش المشترك مقتضى العيش المشترك ان احنا عايشين مع بعض فلازم كل واحد فينا يعمل ايه يساعد التاني على انه هو ما يضغطش ده مقتضى العيش المشترك ده مش محدش بيتفضل على التاني ده مش تفضل هو ده معنى العيش المشترك ما هذا معنى العشرة وعاشرهن بالمعروف هذا معنى العشرة بالمعروف ولا هي متفضلة ولا هو متفضل احنا لما اتجوزنا لازم اقول الكلام ده وتخاصطها لحديث العالم الجواز لما اتجوزنا محدش قال ان احنا لما يتقفل علينا باب واحد نحن لن نتغير احنا لازم نتغير انا ما بقيتش انا الشخص ما هو ما ينفعش ان انا ابقى عايز حياتي تتغير ابقى الحمد لله ملكة البيت من غير مدفع ادفع ايه ادفع مقتضى تغير هذه الحياة انا خرجت من اسم العازم ولا اسم البنوتة الى اسم ان انا خلاص بقيت زوجة انا خرجت من اسم العازم والسنجل الى ان انا زوج ده وصف ملازم ليه طول ما انا ماشي في الحياة واحد يقول لي ده وصف تقيل والله ما احلا بس الناس لما تفهموا صح ان معايا عين معاناية معايا حد بيسند معايا معايا حد بيحاجي علي واحد يقول لي بس انا مش شايف ده عشان ما بتطبقش المهارات اللي احنا بنقولها مهارة التقبل انت واحد بيتعامل مع زوجته على انه مش قبلها عادة زيها تبقى كم اضافية واحدة بتعامل مع زوجها على ان هو شخص ضغط عليها وهو موجوده تيل على قلبها لا فلازم من الاول خالص نقعد ونتحور عن الاشياء مختلفة ونعترف اول حاجة نعترف بان ايه بان التنوع ده ممكن يضغط على الطرف الاخر وانا مش عايز اضغطك ومستعد ان انا اكون شريكك في انك انت متضغطش تاني حاجة نتفق على بعض الاعمال المشتركة اللي نقوم بها مع بعض للتقريب بيننا شوف حضرة النبي صلى الله عليه وسلم هو بيخلي السيدة عائشة تشاهد اللاعب الأحباش شوف حضرة النبي صلى الله عليه وسلم هو بيشارك السيدة عائشة السباق يسابقها اه هو حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ما شفناهوش استخدم السباق مع سيدنا ابو بكر قبل كده قبل ما يتجاوز السيدة عائشة ومشوفناهوش حضرة النبي استخدم ده مع السيدة خديجة ما سمعناش بس هو استخدم ده مع مين ايه ده يعني مع السيدة خديجة أنا متصور أنه كان بيتكلم معها بقى عن جمال الأخلاق وعن كرم وعن طبع السيدة خديجة كده السيدة خديجة الكبرى صحبة أكبر أخلاق وأكرم أخلاق عليها السلام إنما السيدة عائشة حركت الحياة بقى فرسود الله تحرك معاه وسابق معاه يبقى رسود الله شاركها بعض الأعمال وهي كمان شاركته بعض الأعمال لما شاركته العلم فبدأت تتعلم منه صلى الله عليه وسلم لغاية ما بقت تنكر على الصحابة طيب حاجة حلوة أوه أوه مشاركة في الأعمال المشتركة تطلع أحلى ما في الاتنين الأعمال المشتركة تخلي الواحد يفكر على إنه قوء تدخله طريق صناعة العدوة ودخله طريق صناعة الإيه؟ الاندماج وقال له صناعة الإيه؟ الاندماج آخر ثالث حاجة الامتنان لكل واحد يمتني للتاني عشان هو نعمة من نعم ربنا نعمة من نعمة الحياة الجواز ده نعمة ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجة لتسكنوا إليه يبقى دي نعمة يبقى إحنا لازم نتعامل على إنه نعمة ويا ريت كل يوم كل محد رايح وكل محد جاي وأنا عرف ناس كتير بينادوا زوجتهم وفي ناس كتير بينادوا أزواجهم يا نعمة ربنا عليها يا رب يديم علينا نعمة الزواج ويديم علينا نعمة التقبل ويديم علينا المحبة والمودة يا رب دايما خلينا في مددك وخلينا في مودة ورحمة ترجمة نانسي قنقر